كما جرت العادة يوميا من قطر وأجواء رائعة جدا وأجواء عظيمة جدا زمالنا العزيز محمود شاكر وشايف وراء أعلام كل الدول المشاركة في المنديال وجماهير عظيمة جدا هو نفسه لابس ألوان تقريبا كل المنتخبات اللي موجودة في المنديال مع بعض في تشيرت واحد محمود شاكر مشرف ومنور كل تحية ليك يا كريم وتأكيد تحية كبيرة لكل مشاهدينك الكرام في كل مكان من هنا من العاصمة القطرية كالعادة الدوحى بس تحديدك بقى النهاردة هو مرة رتعلك باللوسيل بوليبارد واحد من أجمل وأكبر مناطق المشجعين هنا في مدينة الدوحى حاوز أقولك إحنا بجانب استاد الوسيل اللي كان عليه مباراتي لأرجنتين والمكسيك فانتشاف طبعا الأجواء ورايا الساعة 2 صمحا دلوقتي في الدوحى ولكن الدوحى ما بتنمش في كاس العالم الجماهير في كل حت وفي كل مكان يمكن غير الجاليات العربية الجالية الأرجنتينية والمكسيكية والمشجعين خصوصا هم أكبر منتخبين عندهم المشجعين الأرجنتين والمكسيك وكان فيه من الصبح بقى علشان ماتش كان آخر ماتش فمن الصبح خالص من سواف ركت في سواف من الضوء فيه بقى سجال والجماهير عملين يعلوا على بعض طبعا جمهورين جمال جدا جدا ومن أجمل الجماهير اللي بتشجع أكيد في أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية عاوز أحكي لك أكيد عن المنتخب السهودي عاوز أحكي لك عن المنتخب التونسي جباهير المنتخب التونسي عندها للأسف حالة من الأحباط شوية لأن مباراة المنتخب الأسترالي يعني كانوا شايفين أنها في المنتناوى لممكن تكون أقل المباريات فوة في المجموعة ولكن المنتخب التونسي أضع فرصة كبيرة جدا جدا للنهاردة لو كان أحد الثلاث طوات كان بمنتخب السهولة يتأهل الدور الثاني كلمت مع الجمهير التونسية بيكلم معي شايفين أن المنتخب تونس مهم ومحتاج مدرب مدير فني عالمي أجنبي المدير الفني الوطني ما بيقدمش أي حاجة وإن المدير الفني الوطني تغير بسرعة قبل بداية المنديال فهما شايفين أن فيه لعيبة كتيرة قوي خلاص انتهت صلاحياتها وأنها كبرت في السن ومقيتش قادرة تقدم للمنتخب التونسي هدخلك على الجمهير بقى المنتخب السعودي اللي هما أجمل حاجة دلوقتي دلوقتي في المنديال بسبب قطرتهم الكتيرة جدا النهاردة عملوا مسيرة قبل المباراة بالضبط بتلات ساعات من الفانزوم بتاعتهم ودخلوا كريمة على المستاد ولكن طبعا شوفنا المستاد النهاردة زي ما أنا سمعتك في الانترو 90% كان جماهير المنتخب السعودي وتكلمت معهم بعض المباراة قلت لهم هل أنت شايف أن المنتخب السعودي قادر؟ هلولي المنتخب السعودي قبل وسوق حظ كبير جدا النهاردة في ضربة الجزاء بتاعة سالم الدوسري لو جاتك تتفرق معهم بشكل كبير بالعكس لقلولي أن المنتخب السعودي النهاردة قدم كرة أجمل من كرة مباراة الأرجنتين وأن هما عندهم أمل كبير جدا في المباراة الجاية أن هما يقدروا يعدوا المكسيك وبيكلمني بيقول لي منتخب السعودي هيتعهل مع المنتخب الأرجنتيني وزي ما أنت شايف هنا جماهير بكل حتة كريم شايد رأوصف لك الموضوع بجد بجميل إزاي وقولك ايه أنا مبسوط قوي من الصورة انت مش شايف اللي بيحصل وراك أصلا أنا مش شايف أنا مش عارف يا برد لا لا أعيز أقولك الأجواء دي عظيمة جدا أنا شفت مثلا بتاع عشر جنسيات لحد الوقت يمشين من وراك أرجنتيني ومغربي وسعودي ومكسيكي وألمائي يعني شفت كل الجنسيات حوليك أنت في منطقة واضح أنها منطقة رائعة جدا هي بصبتها كريم نوسيل بوليفارد واحدة من الأجمل اللي أمكن هنا عاملين يعني عاملين فعاليات واحتبخالات في كل حتة كل نص ساعة ما فيه كده شو سغير على جنب من الجنبين في الرصيف والأعلام زي ما أنت شايف هو أكتر من ستة أماكن فيهم الأعلام دي كلها كل أعلام المنتخبات في المونديال قطر بيتبهر العالم بمونديال جميل جدا وناس كلها هنا مبسوطة وكل ما حد يشوفني وماشي وشوف القناة الأولى مصريين يجوا يليت القناة الأولى بجد قولهم يا جماعة قولهم الله يا كان نفسنا بمنطقة مصر اللي موجود طولهم ما عليك إن شاء الله تعود في 2026 وعلى ذكرة يا كريم والله كل ما بعمل لقاة مع حد منتخب الصعودي مغربة طوانسة كله بيقول لي ما أنتوا بس للنقصين هنا في المونديال فأقولهم إحنا معكم طالبا وطالبا وبالتوفيق أكيد لكل المنتخبات العربية طيب أنا سألك بقى الجماهير السعودية بعد المباراة النهاردة كان ردود أفعالها إيه هل فيه حزن شديد من الأداء هل هم راضيين عن الأداء لسه عندهم تمسك بالأمل في مباراة المكسيك لدود الأفعال إيه بالنسبة للجماهير السعودية بعد المباراة كريم فضلوا موجودين في الأستاذ بيشجعوا لعيبة بتاعتهم وقعدوا يهتفوا وهم عندهم أمل طبعا هما لما جيت هنا والأستاذ بعيد عن هنا مش في المنطقة دي ولكن هما زي ما بقولك موجودين في كل مكان اتكلمت معهم وعملت معهم لقاة اللي كل بيقول لي لا إحنا منتخب كويس والنهاردة إحنا خسرنا بأخطاء فردية بيقول لي الأخطاء الفردية دي ما كانتش حصلت كان ممكن المنتخب السعودي يحصل على السلاسة قده كل سهولة وبيكلموني برضو ان هما زعلانين شوية من التحكيم وطبعا كله بعد ما خارك المباراة وشاف ان ريجلين تشيزني الحارس تاع كولاندا ما كانتش على الخط قوي فبيقول لي ان المنتخبات العربية قابلت بالأسف شوية قرارات كده ما كانتش لطيفة من الفار خصوصا للمنتخبات العربية زي ما بيقولك برضو قطر اتظلمت في ضرب الجزاء في المباراة بتاعيتها مبارح ولكن هما بيقولوني احنا خسرنا بقتها فردية وعندهم ثقة كبيرة جدا 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 ان هما المباراة جاية قدام المنتخب المكسيكي ان هما يقدروا يعدوا ولكن زي ما هما كريم بظبط مضغيروش نفس الحماس نفس التفاعل متفاعلين جدا جدا بالعكس زي ما قلت لك هما بيقولوني ان المنتخب النهاردة قدى اداء افضل بكتير من المباراة بتاعت الارجنتين ولكن طبعا الشهراني مهثر معهم شوية وكل هم مبسوطين بكنه لعيب كبير جدا 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 يعني لعيب المنتخب السعودي لقدم ان ها نهاردة واحدة من اجمل المباراة ولكن الجميع الجميع السعودية هنا متفاعلة بشكل جدير جدا حلوة حفلة عامر دياب حلوة حفلة عامر دياب حلوة حفلة عامر دياب شفت الستوريز انت اتفاجعتم عامر دياب على الفان زون موجود انا شفت شوية ستوريز حلوة من هناك ديكت حفلة برايفت فانت عارف بقى اخوك ما بتوصلش في الحاجات دي فانت سالة نفسي كده ورايح وقابتنا حفلة جميل بسراعة كده العابة في قليل فانيه كتبت عشان كده كتبت خمس ثلاث واحد بس مالحاش تعمل لكوا مع الكمالكبين عامر دياب وعلى فكرة يوم او برضو كان في حفلة لمحمد حماي وصة كريم احنا موجودين في كل حت احنا موجودين في كل مكان فناننا جماهيرنا تليزيزيباتنا احنا موجودين في كل مكان وعلى مصر طبعا يعني ام الدنيا كريم محمود الوضع بالنسبة للمنتخب المغربي غدا ان شاء الله الجماهير المتوقعة بإذن الله لهزي المواجهة الكبيرة مواجهة صعبة جدا لأمام المنتخب البلجيكي طبعا كلمت مع جماهير المغربية النهاردة كان في بعض منهم طبعا كله هراوح بقى عشان استعدادا لبكرة في منهم بعض اتكلمته معهم بيقولولي اللي حصل النهاردة مع المنتخبات العربية هيخلي منتخب المغربي يركز بشكل كبير جدا بكرة وبيقولي ان احنا عدنا كرواتيا والمنتخب البلجيكي يعني مش وافضل حالاته واحد ده يارضا بيقولي شفت دي بروين قال ايه بيقولي دي بروين قال ان احنا خلاص منتخب كبير في السن وكانت فرصتنا بالفوز بكاس العالم كتفة 2018 مش في 2022 فكلهم تفاعلوا ان هم بكرة يحصلوا برضو على اقل تأدير نقطة وهو يعني كزا حد بيقولي احنا هنكسب بكرة واحد سبت يعني تعادل والمباراة الاخيرا حصلت ثلاث نقطة اللي معاهم خمس نقطة يتأهلوا وانا بقولك يا كريم المنتخب المغربي بكرة ممكن يعمل مفاجأة لان هو منتخب قوي جدا جدا وانا بشوف ان هو اقوى منتخب عربي موجود في البطولة هو المنتخب المغربي طبعا محمود ده كالعادة مميز وراع جدا انا كمان بشكرك على الاجواء اللي انت عاشتنا فيها النهاردة ديت في الخلفية شكل الجماهير وجميل كلها عماء تحتفل ووراك انا شفت حاجات التأكيد ما شفتهاش يعني بقى روح شوفها بقى في الفيديو انا بشكرك شكرا جزيلا كل التحالي اللي جا كريم وقري الاعداد وجلاله وميك وكل الناس اشكرك يا محمود شكرا جزيلا زمان محمود شاكر من قطر مرئيس التلفزيون المصري كالعادة من قلب الحدث معاكم دايما كأس العالم بطولة كبيرة وبالتأكيد نستمتع بكل هذه الكواليس دائما